اشتركوا في القناة الآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس أميريت شارتسون رجل مباراة المغرب ضد إسبانيا ويفرض نفسه نجمة وسط ميدان عالمية فرض النجم استعاد أميريت شارتسون نفسه نجمة للمباراة التي جمعت المغرب وإسبانيا برسم نصف نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم وقدم أميريت شارتسون مباراة من طراز عالمي أبهر الجماهير المغربية والعالمية التي تبعت المباراة ليطرق أبواب كبرى النوادي العالمية ونجح أميريت شارتسون في كافة التدخلات وعملية افتكاك الكورة فضلا عن مساهمته الفاعلة في عدة محاولات خطيرة كادت تعطي التقدم في عدة مناسبات للمنتخب الوطني المغربي الأولمبي وانهزم المنتخب المغربي الأولمبي أمام نظره الإسباني بهدفين لواحدة في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعاب أورنج فيلدرون بمدينة مارسيليو لحساب نصف نهائي منافسة كرة القدم الرجال ضمن الألعاب الأولمبيا باريس 2024 وسجل هدفي المنتخب الأسباني كولومن فيرميل لوبيز في الدقيقة الـ 66 وخوالو الشانسيج في الدقيقة الـ 85 فيما وقع هدف النخب الوطني السوفيان رحيمي في الدقيقة الـ 36 لا يصدق شاهد لاعب المنتخب الإسباني يصخرون من أشرف حكيمي بعد الفوز على المنتخب المغربي الأولمبيا شهدت مباراة نصف نهائي أولمبيا باريس بين المنتخب المغربي ونظره الإسباني لحظات متيرة ليس فقط على أرض الملعب ولكن أيضا خريجها فبعد فوز إسبانيا وتأهولها إلى النهائي قام بعض اللاعبين الإسبانا بالسخرية من النجم المغربي أشرف حكيمي واستغل اللاعبون الإسبانا الفرصة لاسترجاع ذكر حركة حكيمي الشهيرة في منذ القطر عندما احتفل بركلة جزاء حاسمة على طريقة البتريق ونشر المهاجم سامو أومرديون عدة إيموجيات على حسابه بموقع X تشير إلى البتريق وضحكات ساخرة في حين نشر الزميله دياغو لوبيز تغريدة ذكر فيها نحن في النهائي لأننا نريد الذهب هذه إسبانيا واضعا بدوره إيموجي البتريق ووجها متجميدا وعلقت صحيفة ماركا على تصرفة اللاعبين الإسبان بأنه انتقام من حركة حكيم المتيرة للجدل في مونديا القطر ولعب المنتخب الإسباني باندفاع وقتالية كبيرة رغبة في التأري من الهزيمة الصادمة أمام المنتخب المغربي في ثماني نهاي مونديا القطر بعد تألق الحارسي السيمبونو أندك في ركلة الترجيح التي حسمها حكيمي بالركلة الأخيرة ليقوم بعد ذلك بحركة البتريق الشهيرة موعد مباراة المنتخب المغربي الأولمبي والمصري سيواجه المنتخب المغربي الأولمبي نظره منتخب مصر في مباراة الترتيب ضمن الألعاب الأولمبي باريس 2024 هذه المواجهة جاءت بعد انهزام كل من أشبال الأطلس في مباراة النصف نهائي أمام إسبانيا بهدفين لواحدة ومنتخب مصر أمام فرنسا البلد المنظم لهذه البطولة بنتيجة الثلاثة مقابلة واحدة وسيتنفس المنتخبين بقوة للطفار ببرونزية أولمبي باريس وكتبة التاريخ في سجل مشاركتهم في هذه البطولة المواجهة المنتدرة سيحتضنها ملعب لابونجوار بمدينة نانتا الفرنسية يوم الخميس إن شاء الله ابتداء من الساعة الرابعة مساء بتوقيت المملكة المغربية الرجراجي في عين العاصفة بعد هزيمة المغرب أمام إسبانيا كالنار في الهاشيم انتشرت صورة مدرب المنتخب المغرب الأول وليد رجراجي وهو يعطي تعليماته للعبين في مستوضع الملابس وما بين شوطي المباراة التي جمعت المنتخب الأولمبي ونظره الإسباني يوم الاثنين وحمل كثيرون هزيمة المنتخب الوطني أمام إسبانيا إلى المدرب وليد رجراجي الذي سحب البساطة من مدرب المنتخب الأولمبي طريق سكيتيوي حيث بدأ وكأنه هو المدرب ويعطي تعليماته للعبين في تجاوز لصلاحيات المدرب سكيتيوي ودخل المنتخب الأولمبي شوط المباراة أمام الأروخ بشكل جيد وأنهو على إقاع الفوز بهدف سفيان رحيمي قبل أن يلاحظ تراجع غير مبرر إلى الخلف والدفاع في خطة شابهة بتكتيك وليد رجراجي مع أصود الأطلس وهو الشيء الذي لم يعطي أكل حيث غدر أصود الأطلس من كأس أفريقيا بطريقة غير لائقة أمام جنوب أفريقيا ويواجه الرجراجي انتقادات اللادعاء من طرف جماهير مغربية التي حملته مسؤولية الخسارة خاصة في ذل ارتباط اسمها بالتغيير الذي جرى على الطاقم التقني للمنتخب الأولمبي حيث تم إنهاء التعاقد مع المدرب عصام الشرعي والتعاقد مع طارق سكيتيوي الموعد والقنوات النقلة لصباق البطل الأولمبي البقالي في أولمبياد باريس قطع البطل الأولمبي سفيان البقالي خطوة مهمة نحو تحقيق إنجاز تاريخيا جديد للضفر بالذهب الأولمبي للمرة الثانية في تاريخها وتكرار إنجازه شامل قروج الذي كان أول من توج بالذهب مرتين في سباقي 1500 متر و5000 متر في أولمبياد أتنا 2004 وتأهل العداء سفيان البقالي يوم أمس في السلسلة الأولى من نهاي السباق 3000 متر موانع ضمن منصابقة ألعاب القوى التي جارت برسم اليوم الهشر لدورة الألعاب الأولمبي المقام حاليا في باريس وضمن البقالي تأهله إلى السباق النهائي بعد احتلاله المركز الأول في السلسلة الإقصائية الأولى بتوقيت 8 دقائق و17 ثانية وتسعين جزءا من المئة وحل الأغاندي شيموت ليونارد في المركز الثاني بتوقيت 8 دقائق و18 ثانية وتسعة عشر جزءا من المئة وسيكون محمد تندوفت إلى جانب البقالي في النهاي بعدما فاز بتصوية الثانية في سباق 3000 متر موانع بتوقيت 8 دقائق و18 ثانية وتسعين جزءا من المئة وبخصوص الموعد النهائي الذي تترقبه الجماهير المغربية فقد تقرر إجراؤه يوم غدنا الأربعة إن شاء الله بداية من الساعة الثانية وتلاتين وأربعين دقيقة بالتوقيت المغربية ويمكن للجمهور المغربي متابعة هذا الحدث الرياضي الهام عبر قناة الرياضي المغربية وبإنسبورت القطرية هذه أبرز العناوين أميريت شارتسون رجل مباراة المغرب ضد إسبانيا ويفرض نفسه نجمة وسط ميدان عالمية لا يصدق شاهد لاعب المنتخب الإسباني يصخرون من أشرف حكيمي بعد الفوز على المنتخب المغربي الأولمبي موعد مباراة المنتخب المغربي الأولمبي والمصري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر